إن الجهاز الهضمي من أذكى أجهزة جسم الإنسان إلى جانب الدماغ ذلك لأنه يملك جهازه العصبي الخاص وكأنه يمتلك دماغا منفصلا ويسمى الجهاز العصبي المعوي إذ أن الجهاز الهضمي يستطيع أن يعمل بمفرده دون الحاجة لإرسال معلومات وإشارات عصبية إلى الدماغ أو الحبل الشوكي ليساعداه في تنظيم عمله على سبيل المثال افترضوا أن أمامكم وجبة شهية وتناولتم منها قضمة وعبرت من خلال الفم إلى المريء واستقرت أخيرا في المعدة فإن ذلك يجعل الجهاز العصبي الهضمي يفعل رد فعل يدعى المنعكس المعد القولوني والذي كما تلاحظون من اسمه يشمل المعدة والقولون فوجود الطعام في المعدة يمثل محفزا وإشارة للقولون لتشعره بأن هناك طعاما في طريقه إليه فيستجيب القولون بأن يدفع الطعام الموجود فيه أساسا إلى الأسفل ليفسح مجالا للطعام القادم من الأعلى وهذا السبب وراء الشعور بالرغبة في دخول الحمام بعد الأكل مباشرة وليس أن الطعام الذي تناولتموه للتو على وشك الخروج بل في الحقيقة هو الطعام الذي تناولتموه منذ فترة طويلة والذي يتم دفعه إلى الأسفل بفضل المنعكس المعده القولوني إذن الأوامر العصبية تمثل الآلية الأولى التي يستخدمها الجهاز الهضمي للتحكم بالأفعال عند وجود الطعام أما الآلية الأخرى هي التحكم بالهيرمونات والهيرمونات كما تعلمون هي مواد تفرزها أنسجة الجسم وتنتقل عبر الأوعية الدموية كالذي أمامكم في الرسم إلى الأعضاء المطلوبة لتقوم بما عليها فعله هناك العديد من الهيرمونات التي تنظم عمل الجهاز الهضمي عند دخول الطعام إليه الهيرمون الأول هو الجسترين وهو هيرمون يتم إفرازه عند استشعار وجود طعام في المعدة ويتم إفرازه من خارج المعدة ليدخل الدورة الدموية ثم يعود مرة أخرى إلى المعدة ليحفز إفراز العصارات الهاضمة بمعنى آخر فإن دخول الطعام إلى المعدة سيجعل الخلايا المخاطية تفرز هيرمون جسترين والذي بدوره يحفز إفراز عدة مواد من المعدة أولاً حمض الهيدروكلوريك أو حمض المعدة الذي تفرزه الخلايا الجدارية وثانياً البيبسونوجين أو مولد البيبسين الذي تفرزه الخلايا الرئيسية وكما تتذكرون أن البيبسونوجين هو النسخة غير الفعالة من البيبسين الذي تتمثل وظيفته في هضم البروتينات كما يقوم الجسترين أيضاً بزيادة قدرة المعدة على الحركة فالمعدة لا تقوم بإفراز العصارات الهاضمة فقط بل تقوم بطحن الطعام وعجنه ليتحول إلى مادة شبه سائلة تسمى الكيموس وبعدها تدفع المعدة بالكيموس إلى الاثنى عشر تستمر عملية إفراز الجسترين في الدم حتى تصل حموضة المعدة إلى حد معين أو بمعنى آخر حين ينخفض الرقم الهيدروجيني pH إلى ثلاثة حينها يقل إفراز الجسترين وكما تذكرون المرحلة التالية من عملية الهضم هي الدخول الكيموس إلى الأمعاء الدقيقة التي تبدأ بالاثنى عشر وهذا يحفز إفراز هيرمونين آخرين أولهما هو السكرتين الذي يتم إفرازه في الدم ليصل إلى محطتين المحطة الأولى هي البنكرياس القريب من الاثنى عشر في هذه المنطقة هنا إذ أن السكرتين يحفز البنكرياس على إفراز محلول غني بالبيكربونات وهذا المحلول يحتوي كذلك على إنزيمات البنكرياس بشكل عام ولكن الجزء الأهم هو البيكربونات إذ أن الهدف من إفراز السكرتين هو معادلة درجة الحموضة المرتفعة للكيموس في الاثنى عشر ولذلك نحتاج إلى محلول قاعدي مثل محلول البيكربونات الذي يفرزه البنكرياس أما المحطة الأخرى التي يتجه لها السكرتين في مجرى الدم هي المعدة حيث يعكس عمل الجاسترين فيثبت حركة المعدة وإفراز الأحماض المعدية والبيبسينوجين الهيرمون الآخر الذي يتم إفرازه فور وصول الكيموس الحمضي إلى الاثنى عشر هو هيرمون الكوليسيستوكينين ويرمز له بـ CCK تذكروا أنه الهيرمون الذي يؤثر على المرارة وتفرزه الخلايا المخاطية المعوية كالسكرتين في مجرى الدم في هذه النقطة مثلاً ويذهب إلى محطتين مختلفتين كذلك أولاً إلى البنكرياس ليحفزه على إفراز إنزيماته التي تساعد في عملية الهضم ومنها إنزيم الليباز الذي تتمثل وظيفته بتكسير الدهون كما تذكرون والمحطة الأخرى للكوليسيستوكينين هي المرارة حيث يحفزها على الإنقباط لقد عرفتم سابقاً أن وظيفة المرارة هي الاحتفاظ بالعصارة الصفراوية أو الصفاء التي ينتجها الكبد وعندما تنقبض المرارة تطلق العصارة الصفراوية التي بداخلها إلى القناة المرارية ثم إلى القناة الصفراوية المشتركة لتفرز في الـ 12 لتعمل على تكسير الدهون وتحويلها إلى مستحلب دهني والوظيفة الأخرى للكوليسيستوكينين هو أنه يؤثر على المعدة بتثبيت حركتها وإبطاء إخراج الكيموس منها نحو الـ 12 لتوفير وقت كاف لمعالجة الكيموس الموجود أصلاً في الـ 12 ربما تتساءلون ماذا يوجد في الكيموس ليجعل الأمعاء تفرز الكوليسيستوكينين والسكرتين في الدم لا بد من وجود مادة غذائية محددة أو جزيئات معينة تحتاج مثلاً للعصارة الصفراوية من المرارة ولإنزيم اللايبيز من البنكرياس إنها الدهون فالدهون الموجودة في الكيموس هي ما يحفز إفراز الكوليسيستوكينين أما السكرتين وبما أن وظيفته هو معادلة حموضة الكيموس المرتفعة من خلال إفراز البيكربونات القاعدية من البنكرياس فذلك يعني أن السبب في إفرازه ليس جزيئاً ضخماً محدداً بل هو حمض الهايدروكلوريك الذي تفرزه المعدة ويصل إلى الـ 12 مع الكيموس وبذلك تظهر الحاجة إلى المحلول الغني بالبيكربونات من البنكرياس وإلى السكرتين المسؤول عن إفرازه هذه لمحة عن دور الهيرمونات في التحكم بعمل القناة الهضمية وقد عرفتم سابقاً بالتفصيل عن البنكرياس والهيرمونات التي يفرزها الإنسولين والغلوكاغون إذ يتم إفراز الإنسولين عند زيادة نسبة السكر أو لغلوكوز في الدم لتخزين هذا لغلوكوز في الخلايا لحين استخدامه لاحقاً والعكس يحدث عند انخفاض نسبة السكر أو لغلوكوز في الدم إذ يتم إفراز هيرمون لغلوكاغون لإخراج لغلوكوز المخزن في خلايا الدم من جديد وبذلك تدركون أن كل هذه الهيرمونات تعمل بتناغم وانسجام إذ يتم إفراز كل هيرمون في الوقت المناسب ليقوم بالوظيفة المناسبة منذ لحظة دخول الطعام إلى المعدة والبضء بهضمه حتى خروجه من الجسم والفضل بذلك يعود إلى الهيرمونات والجهاز العصب المعوي عامة وبهذا ينتهي الدرس ترجمة نانسي قنقر